والآن ننتقل لكلمة الأستاذ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي أهلا وسهلا بحضراتكو في البنك المركزي وكل عام وانتو طيبين وبسم الله الرحمن الرحيم يمكن الاستقرار المصرفي يكون يعني ضيط طييل شوية على البنوك لكن الحقيقة المهمة الأساسية اللي احنا كنا بنقوم بيها خلال الفترة اللي فاتت هو ضمان سلامة مراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك لأن زي ما حضراتكو عارفين هدف سامي من أهداف البنك المركزي ومن نقطة من النقاط اللي قانون البنوك الحقيقي بيرتكز عليه هو ضمان حقوق المدعين ده الأساس بتاعنا نحن بنحافظ على حقوق المدعين ولذلك بداية لأي تحرك بيحصل في السياسة النقدية بناخد توجيهات وتعليمات من سياسة المحافظ نحن نعمل اختبارات الاختبارات دي بنقيس مدى تأثير العوامل اللي ممكن تؤثر على المراكز المال للبنوك زي سعر الصرف وزي سعر الفايدة ليس هذا فقط لأن هذا المعلن سعر الصرف وسعر الفايدة لكن في عامل أخرى الحقيقة زملائنا في قطاعات الإسقرار المصرفي بيقوموا بيها بنمازج معينة لاختبارات الحساسية بتفوق معدل سعر الصرف والفايدة لو عدت أحكي لحضراتكم فيها هناخد وقت طويل جدا الهدف من اختبار الحساسية إن أنا أشوف وأقيس قدرة البنوك قدرة القطاع كله كل بنك على حدة والقطاع ككل على امتصاص أي صدمات ممكن تحصل من العوامل الداخلية اللي احنا عارفينها أو العوامل الخارجية اللي ممكن تؤثر علينا هل ممكن نمتص الصدمة اللي ممكن تيجي نتيجة هذا العامل ولا لا بنعمل اختبارات عديدة اختبارات حساسية لكل عامل على حدة اختبارات ضغط اللي هي stress test للعوامل كلها بتبقى مجمعة مع بعضها أو combined مع بعضها عشان نشوف أقصى تأثير ممكن يحصل على القطاع المصرفي نتائج كانت بتتغير الحقيقة من ساعة الأخرى مش من يوم لآخر وزميلنا الحقيقة المسؤولين في القطاعات كانوا على قدر السقة والمسؤولية إنهم بيقدروا يقدموا النتائج بتاعتها كانت نتائج كلها مرضية لأقصى نتائج مش النتائج اللي موجودة في السوق دلوقتي حابب أقول لحضراتكم سلامة القطاع المصرفي زي ما احنا بنقول على المؤشرات الخاصة بسلامة المالية للقطاع المصرفي لو قلنا معدل كفاية رأس المال وده أهم حاجة بتبقى موجودة عندنا في البنوك متوسط معدل كفاية رأس المال في البنوك دلوقتي 18.6% المعايير الدولية بتقول 10% لكن المعايير المحلية وفقاً لتعليمات البنك المركزي 12.5% بناخد هامش فوق المعايير الدولية 2.5% لو اتكلمنا على نسبة العملاء غير المنتظمين إلى إجمالي العملاء وصلت لـ 3% نزلت وتحسنت من 4.7% على مدار الثلاثين اللي فاتوا لـ 3% دلوقتي لو حد قال لي طيب المعايير العالمي إيه؟ ما فيش معايير عالمي ولكن المعايير الداخلي بتاعنا بنقول من 8% لـ 10% و10% ده بيبقى يعني النسبة الأسوأ اللي موجودة احنا الحمد لله 3% لكن فيه معدل آخر حقيقة لازم نبصله هو معدل تغطية المخصصات للبنوك للعملاء غير المنتظمين بتتراوح ما بين 90-92% لو جينا على معدلات سلامة مالية منها معدلات السيولة معدلات سيولة العملة المحلية وصلة أبرج في القطاع كله لحوالي 37% معايير البنك المركزي 20% احنا بهامش 16% لو قولنا معدل تغطية السيولة قد ايه من الأصول اللي موجودة بتغطي الالتزامات قصيرة الأجل المعايير بيقول 100% احنا الحمد لله القطاع المصرفي 108% معدل القروض للودائع وصل لـ 54% هو كان 50% وصل لـ 54% ليه؟ لأن البنوك بتاعت تشتغل وتستثمر فيه قروض لقطاع عام وقطاع خاص بتاعت تهتم بالقطاع الخاص بالصورة الأكتر معدل عائد على الأصول والحقيقة ده مع مضاعفة أصول البنوك على مدار الست سنين اللي فاتوا للنسب تتراوح ما بين 30% لـ 40% لـ 50% خلال الفترة اللي فاتت ومع ذلك قطاع المصرفي حافظ على معدل عائد على الأصول وصل لـ 1 و 2 من 10% ومعدل العائد على حول ملكية أكتر من 20% ده بيدينا مؤشر ايه؟ ده بيدينا مؤشر ان الحقيقة البنوكنا ملتزمة ده نمرة واحد بنك المركزي باللغة العامية كده مصحصح على البنوك وبيحاول انه هو يضبط إقاع البنوك قبل ما يحصل اي نوع من انواع لا قدر الله التوتر نتيجة العوامل الخارجية انا بشكر الحقيقة كمان زملائنا في البنوك على ان احنا بنثقل عليهم في بعض الاحيان استداء المعلومات بسرعة وهم الحقيقة بيلبوا هذا لان السرعة دي ما بتبقاش بس علشان ان احنا محتاجين المعلومة بسرعة المعلومة بيبقى وراها قرار وبالتالي سرعتنا في جلب المعلومة من القطاع المصرفي بتبقى همة جدا في الوقت دوت زي ما احنا النهاردة كنا يعني ضغطين عليهم في شوية معلومات بس الحمد لله هم قد السقة انا بشكر حضراتكم وبشكر زميلي في القطاع المصرفي وحستاء زنسيات المحافظ اكرر الشكر لزملائنا في البنك المركزي واحييهم